أول ركلة سينفذها بحرز بحرز يتقدم إلى منطقة الجزاء من أجلة أن ينفذ الراكلة الأولى تزديدة قوية وجميلة يا سلام تنفيذ رائع الكرة في زاوية الحارس في الأخرى يتقدم بثبات الكرة في المرمى النتيجة واحد واحد بدأ لي أنه متوتر جدا قبل تنفيذ الراكلة لكنه تمكن من التسجيل الآن يتقدم اللاعب الثاني يتصدى هذا الحارس تألق الحارس في ألقاد الكرة ثاني لاعب يسدد يلعبها في الزاوية اليوم سيطر على العصابة وسجل ضربة الجزاء ببراءة يالها من ثقة يالها من أمكاريات كرة في المرمى الدور الآن على ثالث اللاعبين تصدي رائع ونفذ الأخلام من حارس كبير رابع لاعب ينفذ الراكلة تسديد في متها روعة في متها الكوة بدان أنه مستحيل التصدي لها رابع لاعب في ترتيب المسددين هذه كرة في المرمى ثلاثة ثلاثة الأجواء نارية مشتعلة الآن بعض المدربين يضعهم لاعب في الراكل الخامسة اللاعب الخامس كرة ملعوبة في جانب الأيسر من المرمى بثقة كبيرة تفوق على حارس المرمى مرشلولة عن أي تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حضوظه مرشلولة عن أي تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حضوظه يا سلام نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء السعداء اللاعب السادس في ترتيب المسددين للركلات تقدم وسددها بكل خفاه هذه ركلة جزائية مذهلة مرشلولة لو ضيع هذه الكرة هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة ومع اللاعب السابع يلعبها لكن تعود من القائم كانت على بعد سامتي مترات بسيطة جدا من أن تكون في المرمى لكنها اصطدمت في خشبات المرمى اوه كرة لا تمر الدور الآن على ثامن اللاعبين في قائمة المنفذين يمكنها الحارس يا سلام حارس في منتأة تركيز يمكنها ببرعه هل يسجلها ويصبح بطل هذه الليلة كرة رائعة حمل على عتكه مهمة كبيرة وكان في المعاد الكرة تصدف القائم إذا سجلها يمر فريقا وكرة رائعة كانت بريبة جدا لكن عادت من خشبات المرقب عاشر المسددين على الله يحب الكرة تصدف القائم الارتياح كبير على حارس المرمى لعبة جميلة لكنه لم يكن محمود ضربة ضائعة هذه ربما تكون كرة الفوز الآن قد يكتب التاريخ بأقدام يا سلام ينجح في القارف هذه كرة الأطمان وصل الدور الآن لآخر لاعب الركلة الحادي عشر واللاعب الحادي عشر كرة ضائعة مرة أخرى إذا سجلها يمر فريقا كرة رائعة حمل على عتكه مهمة كبيرة وكان في المعاد وكرة القائم لعبها ببراعة كبيرة لكن إطار المرمى كان عند رأي آخر هل يسجلها ويصبح بطن هذه الليلة؟ هل يسجلها ويصبح بطن هذه الليلة؟ يا سلام ينجح في القارف فريقة هذه كرة الأطمان وبيرتو فرمينو يحاول أن يلعب بيها صعب الحارس قبل تزيد ركلته ثقة واضحة عليه وكرة في مدى الروعة مرشلونة هل هي كرة التعادل أم الخسارة؟ ونهاية كل شيء ركلة أخيرا حددت الفريق الفائز بعد ليلة عصيبة ينها من طريقة صعبة جدا في الخسارة الحارس كان له دور كبير فيها الحارس حاول أن يفعل شيء ونهاية كل شيء